صار لي تقريباً خمسة شهور قاعدة استخدم هذا المايك راح يعتبر من نسبة لي أفضل مايك راح تستخدمه أحسن استثمار استثمارت الفترة الماضية إذا تريد استوديو إذا تريد بودكاست إذا تريد تصور أثناء السفر إذا تريد تصور حق السوشيال ميديا حق التلفون حق الكاميرا انصحك باستخدام هذا المايك من DJI علبة DJI سواء كانت درون ولا مايك راح تلقاه مبدعين جداً كيف حطوا الأغراض هذه مع ضعب داخل هذه الجنطة الصغيرة أول ما نبطل الجنطة راح نلقى فيها البوكس اللي فيه المايكات مع الرسيبر راح نلقى فيها الواير هذا اللي يتركب على الكاميرا كذلك راح نلقى فيها الويند كات اللي هما أنا سميهم طرابيش شرطة لندن هذين الأثنين حساساً إذا كان فيه هوا أو شيء ممكن تخليهم على المايك بحيث أنه ما يصير فيه ضوضاء عندك أو نويز بالهوا بتكلم عن العلبة العلبة مثل ما تشوفونها أول ما تأخذها راح تحسنها شوية تقيلة بس يعني كحجم تشوفون الحجم مالها وائد مرتب فيهني تايب سي شحن بحيث أنك انت تشحن هذا مثل باوربانك مجرد ما تحط فيه الأغراض اللي عندك اللي هما الرسيبر والمايكين على طول راح يشحنون داخل الباوربانك هذا الموجود اللي هي علبة البيجي آي مايك مثل ما قلت لكم المعدات اللي موجودة هني عبارة عن استيديو متاكامر تبت تسوي بودكاست تبت تسوي بلوغ اللي تبت تسوي حتى حق التلفون إذا كان آيفون ولا غالكسي كل شيء راح تلقاه موجود خلونا نشوف شنو مكونات هذه العلبة مع بعض طبعاً فيها مايكين واحد يقول أنا ليش أستخدم مايكين مثل ما قلت لكم بودكاست أو حتى لو تستخدم مايك واحد انت مسافر مكان تابي مايكين لما يخلصها المايك تابي المايك الثاني يعطيك هني تقريباً خمس ساعات واركينج أورز خلص الشحن القطة هني راح يبدأ يشحن عرضو استخدم المايك الثاني عندنا مايكين راح نتعرض عليهم وعندنا الرسيبر هذا عندنا كذلك ثلاث قطع موجودين هني راح تكلم عنهم حاطينهم لك الطريقة جداً مرتبة طبعاً القطعة الأولى حق المستخدمي الأندرويد تايب سي بحيث انك انت تركب مثلاً حتى بالايباد تبتسجل صوت أوديو او تبتسجلها مثلاً في أندرويد ديفايس على طول تستخدم التايب سي عندك اللايتنينغ القطعة هذي الثانية حق مستخدمي الآيفون تقدر تستخدمها انك انت تركب القطعة هذي مع الرسيبر على الآيفون راح نشوفها بعد شوي حتى ستوريات السناب حتى ستوريات الانستجرام مرة كنت رايح مكان كان فيه طيران عسكيري واوا وقاعد يسوي تغطية بسناب كان الهوى لنتخرب الدنيا عندي فقاعد يقول لو كان عندي مايك كانت تفضية راح تكون وايد أصفر فهذا القطعة حق الآيفون وهذا القطعة حق الهوتشو مكان الكاميرا أيضاً جداً سهلة انك انت تركبها راح نشوف طريقة تركيبهم البعض شوي يمكن يتعامل معها بقوة يمكن يكسر القطعة بس راح راح راويكم من حين شون طريقة تركيبهم جداً سهلة على الرسيبر هذا المايك راح تلقون المايك في زر تسجيل زر تسجيل هذا مجرد ما انت تضغط راح يسجل اذا كنت شابكها بالايفون مثلاً بالتلفون راح يبدأ التلفون يسجل اذا شابكها بالكاميرا أيضا راح يسجل تقدر تسجل مباشرة بدون أي ديبايس داخل الجهاز هذا مجرد ما تضغط زر التسجيل راح تبدأ تسجل مجرد ما توصل التايب سي هنا بالكمبيوتر راح تلقى الملفات تقدر تستخدمها زر التغيير وطفاء المايك تقدر تستخدمه أحلى شيء بالديجي آي مجرد ما انت تقط الأجهزة هنا راح يتبدأ تشحن وتسكر وتسوي سينك مع بعض ما تحتاج تسربط الأجهزة الأجهزة مربوطة على طول راح يبين هنا عندك بالشاشة من الجهاز يقول لك ترى الجهازين مربوطين مع الرسيفر أول ما تبطل العلبة ورح يقول لك كم ساعة موجودة في كل جهاز على هذه الشاشة الموجودة طبعا الجهاز فيه هنا مثل الكليب تشوفونه حيث انت تبي تعلق الكليب هذا أو اللي أنا دائما أستخدمه فيه قطعة مغناطيسة هنا إذا شلتها وايد غوية طبعا مجرد ما تشيله وتخليها من مكان مثلا وقاعد أطالع لفسي ونحن لا أستطيع مرتب أو لا بس غالبا تشوفوني بالسوشال ميديا قاعد أسجل منها المايك أنا مجرد ما أضغط هنا مثلا راح تلقى فيه اهتزاز يعني بدأ يسجل وتقدر تطفي الاهتزاز هذا داخل البرنامج فحاليا أنا قاعد أخذ صوت قاعد أسجل على طول على الجهاز فكرة المغناطيسة هذي وايد حلوة بحيث انك انت ما تمسك بشغلة مدشداشة ولا شي تخلي من وعد وخلاص المغناطيس موجود إذا بترجع المغناطيس مرة ثانية البعض يقول لك أنا مقدر يدخل عندي الجهاز داخل إذا حطيت المغناطيس تحت ما تقدر تحطه هني تمام فأحسن شيء وهو مكانه موجود فوق كلش فحاسب انك انت لما تخلي المغناطيس بالجهن لفوق عشان ينزل مباشرة داخل مكان الشحن خلونا نشوف الريسيبر اللي مع هذا الجهاز مجرد ما تشيل الريسيبر راح تلقى هنا بالشاشة يبين عندك انه فيه عندك مايك ون ومايك توب مجرد ما تشيل مايك ون راح يبدأ عندك يتفعل بالشاشة عندك هم تسكر هني راح تصير في عندك شانل واحدة حالياً يعني تعرف علي لحظة صار كان عندي تو شانل الحين صار عندي شانل واحدة مجرد ما أتكلم الحين لو تلاحظون ان الجهاز على طول قاعد يلقب فيه كذلك هني علامة موجودة اللي هي شنو فايداته وصلنا عند الترانزميتر سيتيق انا قاعد اقول هذا الترانزميتر هذا الترانزميتر وهذا الريسيبر اللي قاعد يستقبل الوصلة الترانزميتر سيتيق لما تدخل عليها تقدر تفعل اللو كتحق الهواء مثلا تقدر تقول لها اون ولا اوف انا دايما نخليها اوف بس اذا كان الهواء وايد شديد ومع كبوس شرطة لندن ما نفع معاك فيديار هني تفعلها تخليها اون اش كثرته بالقاعد مع الترانزميتر نفس الشي تقدر تتحكي وتدخل عليها انا دايما نخلي مينس فور بالكاميرا خلي مينس فور بحيث انه ما يكون القاعد عالي اذا خليتها اوتو بالكاميرا راح تصير في مشكلة اذا كان صوتك بعيد ولا شي الكاميرا راح تحاول بالاوتو تاخذ اي صوت راح تلقى عندك في الهواء موجود فهنا دايما نخليها مينس فور تقدر انتتجرب مينس فور تقدر انتجرب مثلا زيرو وتشوف لما تحسن صوتك قاعد يصير حال واضح بدون الهواء الموجود داخل الكاميرا رقم ثلاثة تقدر هنا يتروح حق الريكوردنج تقدر تخليها لك انه زر الريكوردنج لنا تقدر تقفلها كذلك تقدر البيبريشن تخليها اون ولا اوف البيبريشن مثل ما قلت لكم اول ما تسجل راح تسمع جديس غيرها تقدر تطفيها لبرايتنس ما للشاشة وغيرها من الامور تقدر تدخل على السيتنج ايضا وتحط الديت انتايم اللانجوج لبرايتنس وايد امور موجودة هني باللينك دي بايس تقدر تربط الجهازين وقتلك ما تحتاجه بس اذا فقد عندك الاتصال بين اجهزة انا اقولك بدل ما تدخل على المنيو احدف الاجهزة هني وكلها راح تكون كونكتد مع بعض قط الجهاز عني بس مكان الشحن هالصول فراح يكون شدي الريسيفر مو الترانزميتر وهذا الترانزميتر هني ومورك طيبة خلونا نشوف شوان ممكن اركب القطعة هذي على الريسيفر مجرد ما تاخد الريسيفر اذا انت قعد تصور بسناب ولا انستجران وودك توصل على الايفون اللي عندك تاخد قطعة اللايتنينج طريقة التركيب جدا سهلة عشان لا تكسر القطعة ماكشي بالقوة ترى ها بكلها بالعقوة اقوتن بس مجرد ما تحطها تشري وسلايد خفيل على القطعة مثل ما احنا شايفين بصبعين تمام ترفع بعض طريقة لما انت سمع انها خلاص وصلت الى الاخير تابي تشيل القطعة ايضا ما يحتاج تسوي شي بس الابهامين تضغط عليها مرة واحدة راح تزلق القطعة عندك بعدين تشيل القطعة فبكل سهولة انت راح تركبها ودخلها به الطريقة هذي تضغط هنا بصبعين خالصي مجرد ما توصلها بالايفون صار عندك الحين الريسيبر واصل بالايفون شغل الكاميرا شغل الفيديو هذي تريد مثلا الترانسبيتر الحين الحين انا مع الكاميرا تخيل الكاميرا على استاند بعيد مجرد ما اقول بصور ريكورد راح تلقى الحين ان الكاميرا راح تصور قاعد ياخذ مني الصوت فهذه ميزة وايد وايد حلوة ان كنت قاعد تاخذ على طول الصوت راح يدخل بالكاميرا عندك كذلك مخزن في هذه القطعة اما اذا كنت بتركب الريسيبر هذا على الكاميرا فتي معاه هذا القطعة الجميلة انا من ان ريسيبر وايد خفيف مرات اركب الكاميرا على طول احط الواير طبعا فيه اوتبوت له الواير هني كذلك في مكان الحق السماعه اذا بتسمع الصوت اذا انت كنت ورا الكاميرا وتبتسمع الصوت ان انت قاعد سجله ممكن تركب الاوتبوت مال الاوديو او السماعات انا اخليها مرات يعني اذا حطيت الكاميرا اخلي معلق بهذه الطريقة يعني ما حاتي شيء لانه خفيف اصلا ممكن تخلي بهذه الطريقة او ممكن تركب القطعة هذي اذا حبيت وفيها ميزة وايد حلوة خلونا نشوفها مع بعض طريقة التركيب جدا سهلة فيه هنا كلب ترفع الكلب هذا وتسنده بالابهام عندك وبعدين نفس الطريقة هنا فيه سهم عندك صغير ابيض فمن هنا على طول تدخل القطعة هذي وتحاول يعني جنفلي على قلطهم انك تبخل القطعة الآن قطعة هذي موجودة تقدر تصير كلب تمام وتقدر تدخل مكان لفلاش هل تشوف عندك الميزة الحلوة انك انت تقدر تخليها بالصوبين لاحظ خليتها في الطريقة ليش لما تصور سيلفي والكاميرا قدامك راح تلقى ان الصوت قدامك هني بس اذا انت خلف الكاميرا بكل سهولة خليها اكس وتقدر تراقب لضن الصوس فانت عندك تووي انك تشوف الشاشة اذا فيه شخص قاعد يراقب او اذا انت قاعد تصور نفسك لما تكون سوبرمان تحط اليضاء وكل شيء فانت تحتاج انك تشوف لبد الصوت قدام عيني تقريبا شرح بكل شيء يخص هذا الجهاز الرائع جدا وانا صراحة اي واحد يكلمني عن مايك اقول ان دي جي اي مايك اذا انت قاعد تسوي محتوى سوشال ميديا محتوى بروفيشنال محتوى بودكاست محتوى يوتيوب راح يكون هذا المايك استوديوك الخاص اخيرا ممكن نجرم نركب الكبوس مال لندن على قارتهم في هنا مثل الكليب موجود فوق الكبوس وهنا عندك المايك هذه قطعة المايك مجرد ما تحط فوقها الكبوس هذا على قارتهم وتلفة لفة واحدة راح يثبت عندك هالطريقة خلاص ثبت قفت الآن سيضحك بها شوك تمان قمت ذكرها موجود في التسجيل طبعاً جميع المنتهجات DJI تحصلونها في AAB World سواء في الموقع أو في ستور عندهم سيمفوني الذي لم يدخل ستور هذا فاته نص عمره ستدخل المكان ستستانس ويد يأتي هذا المايك في نسختين النسخة التي يكون معها 2 مايك ورسيبر زاد النسخة الثانية إذا أنت لا تحتاج المايك الثاني تبي سعر أقل ممكن أن تأخذ المايك مع الرسيبر بروحه فعند تجربة مدتها أشهر تشوفون كل الريلزل قاعد ننزلها رح تنقون المايك هذا معلق عندي أنصح فيه بشدة ولا تستقصر سعره صراحة لأنه سعره فيه